مرحبا بكم هذا نموذج للفرض الأول للأسدس الثاني لمادة الاجتماعيات مستوى السادس ابتدائي إذن نبدأ بمادة التاريخ السؤال الأول يقول أذكر أهداف الفتحات الإسلامية إذن هذا السؤال متعلق بالدرس السابع الفتح الإسلامي إذن لنذكر أهداف للفتحات الإسلامية المطلوب منها هدف ديني هدف سياسي وهدف اقتصادي إذن الهدف الديني للفتحات الإسلامية كالهدف الأهم وهو نشر الإسلام نشر الإسلام إذن هذا هدف ديني للفتحات الإسلامية ثم هدف سياسي إذن الهدف السياسي الأساسي الذي كان لهذه الفتحات الإسلامية هو تكوين دولة إسلامية كبرى وقوية إذن تكوين دولة إسلامية كبرى وقوية إذن هذا هدف سياسي ثم أخيراً مطلوب منا هدف اقتصادي للفتوحات الإسلامية الهدف الاقتصادي كان متمثلاً في توفير المداخل للدولة إذن توفير المداخل للدولة إذن هذا هدف اقتصادي إذن هذه هي أهم أهداف الفتوحات الإسلامية نمر إلى السؤال الثاني أصل بخط بين نتائج الفتح الإسلامي ومجالاتها إذن الفتح الإسلامي كانت لهم بعض النتائج وكانت أيضاً في مجالات متنوعة إذن لدينا نشر اللغة العربية إذن نشر اللغة العربية فهي مرتبطة بالمجال الثقافي ثم لدينا أيضاً بناء المساجد بناء المساجد مرتبط بالمجال العمراني وأخيراً إنشاء الدواوين هذا مرتبط بالمجال الإداري نمر إلى السؤال الثالث السؤال الثالث يقول أجيب بصحيح أو خطأ إذن العبارة الأولى لدينا ساهمت الفتحات في نشر الإسلام إذن صحيح فتحات الإسلامية ساهمت في نشر الإسلام في عدة مناطق من العالم ثم الوثنية هي عبادة الله وحده خطأ إذن هذه عبارة خاطئة أسس إدريس الأول فاس سنة 172 هجرية إذن هذه العبارة الأخرى فهي خاطئة إذن خطأ لأن مدينة فاس أسسها المولو إدريس الثاني وليس إدريس الأول أيضاً السنة التي أسسها فيها فهي 192 هجرية وليس 172 هجرية ثم العبارة الثالثة ما مارس المرابطون التجارة عن طريق القوافل صحيح إذن هذه العبارة فهي أيضاً صحيحة لأن المرابطين مارسوا التجارة عن طريق القوافل نمر إلى أسئلة مادة الجغرافية إذن لدينا السؤال الأول متعلق بالكثافة السكانية أحسب الكثافة السكانية لسكان مدينتي البالغ عددهم 30 ألف وأربعمائة نسمة في مساحة تقدر بخمسين كيلومتر مربع إذن هنا غيرت الأرقام صغيرة فقط إذن المعطيات التي لدينا هو أن سكان هذه المدينة يبلغ عددهم 30 ألف وأربعمائة نسمة ثم أيضاً المساحة لها هذه المدينة فهي تقدر بخمسون أو بخمسين كيلومتر مربع إذن نعلم أن حساب الكثافة السكانية العملية التي نقوم بها هي قسمة عدد السكان على المساحة بمعنى هنا سنقسم عدد السكان الذي هو 30 ألف وأربعمائة نسمة على خمسين كيلومتر مربع التي تمثل المساحة إذن سنقوم بهذه العملية 30 ألف وأربعمائة نسمة سنقوم بقسمتها على المساحة التي هي خمسون كيلومتر مربع إذن عند إجراء القسمة قسمة هذا العدد 30 ألف وأربعمائة على خمسون سنحصل على 608 نسمة في الكيلومتر المربع بمعنى كل كيلومتر مربع فتسكن فيه 608 نسمة إذن الكثافة السكانية تكون بوحدة القياس النسمة بالكيلومتر مربع هكذا إذن الكثافة إذن الكثافة السكانية الكثافة السكانية لمدينة هي هي 608 نسمة في الكيلومتر المربع نمر إلى السؤال الثاني أحدد نوع المشهد مشهد حضري أو مشهد ريفي إذن سنتعرف على هذه المشاهد إذن لدينا منازل متجمعة في الجبال إذن ماذا هناك كلمة الجبال فالأمر يتعلق بمشهد ريفي أو مشهد قاراوي إذن مشهد ريفي ثم لدينا عمارات شاهقة العمارات نجدها في المدن إذن هذا مشهد حضري ثم معامل صناعة السيارات إذن المعامل نجدها في المدن وبالتالي هذا سيكون أيضا مشهدا حضريا إذن مشهد حضري ثم أخيرا واحات بجنوب المغرب إذن الواحات نجدها في البوادي والقرى والأرياف إذن هذا مشهد ريفي نمر إلى السؤال الثالث أرتب ارتفاع الكتافة السكانية حسب المناطق إذن سنبدأ بالمناطق التي توجد فيها كتافة سكانية مرتفعة وصولا إلى المناطق التي توجد بها كتافة سكانية منخفضة إذن لدينا الجبال المناطق الصحراوية والسهول والهضب إذن من بين هذه المناطق فالسهول والهضب هي التي توجد بها كتافة سكانية مرتفعة ثم تأتي بعدها الجبال وأخيرا المناطق الصحراوية بحيث في المناطق الصحراوية نجد مساحة شاسعة جدا والسكان بها قليلون جدا وبالتالي تكون الكتافة السكانية جد منخفضة بينما في السهول والهضب والأراضي المنبسطة والمدن فالكتافة السكانية تكون بها جد مرتفعة نمر إلى الأسئلة المتعلقة بمكون التربية على المواطنة إذن أجيبه بنعم أو لا إذن هناك سؤال واحد يجمع ثلاث دروس المقررة في المرحلة الثالثة والإجابة ستكون بنعم أم لا إذن للطفل الحق في اللاعب نعم إذن الطفل له الحق في اللاعب ثم من حق الطفل الاستفادة من الراحة نعم الطفل من حقه الاستفادة من الراحة الطفل يستحق الضرب لا لا يستحق ذلك للطفل الحق في الرعاية نعم هذا من حقوق الطفل ثم الطفل المعاق عالة على المجتمع إذن الطفل المعاق يعني إذا ما غير زيد على المجتمع ما عنده شيء أهم يوم ما عنده حتى شيء دور فالجواب لا الطفل المعاق ليس عالة على المجتمع بل له حقوق وعليه واجبات شأنه شأن باقي الأطفال إذن الأنشطة الترفيهية تضر الأطفال لا الأنشطة الترفيهية تنفع الأطفال من حق الآباء منع بناتهم من التعليم لا ليس من حق الأب أن يمنع ابنتهم من مواصلة دراستها الدولة مسؤولة عن حماية الطفل نعم إذن الدولة مسؤولة عن حماية الطفل تسول الأطفال ظاهرة صحية فهو ظاهرة غير صحية إذن لا وأخيرا تشغيل الأطفال جريمة نعم إذن تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة فهو فعلا جريمة يعاقب عليها القانون إذن هكذا تنتهي أسئلة هذا النموذج من الامتحان إذن سنلقي عليها نظرة شاملة كشاملة